لم يعد يقتصر دور الإعلام على نقل المعلومة وإلقاء الضوء عليها بل تعدها إلى دعم القيم الأخلاقية أو التقليل من شأنها فتفعيل دور وسائل الإعلام في تمتين الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية يأتي الأبرز لتوفيط الفرصة أمام شعارات الفرقة وتوعية المجتمع بكل مكوناته بخطورة المرحلة متابعون أكدوا أن أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية والتربية والمشاركة السياسية في التصدي لأفكار التطرف وظاهرة العنف الحقيقة أن الإعلام الرسمي والخاص سواء في أي بلد يقع عليه عاتق تمتين الجبهة الداخلية من خلال رسائل التوعية التي يبثها للمجتمع سواء بالظواهر التي تنتشر في المجتمع من الظواهر الاجتماعية وغيرها وخاصة أننا نعيش ظروفا إقليمية ودولية صعبة من حولنا فيقع على الإعلام عاتق مهم ورئيس في تنبيه المجتمع وفي توعية الشباب خاصة ما يجري من مخاطر داخل المجتمع من أفكار إرهابية ومخاطر اجتماعية من أمراض اجتماعية وخاصة انتشار المخدرات وغيرها وهذا يقع على عاتق الإعلام الرسمي والخاص بالتنبيه لهذه المخاطر وهذه التحديات شاءت الأقدار أن يواجه الأردن تحديات كثيرة وفي مجالات مختلفة والحمد لله في كل مرة نواجه فيها تحدي نخرج منتصرين وهذا الأمر يعود إلى تماسك الجبهة الداخلية بكل مكوناتها ووقفها في خندق واحد في خندق الدفاع عن الوطن وتقديم ما يمكن تقديمه حتى الروح قدمت من أجل الوطن الإعلام مهم جدا وكاد أن يكون سلطة رابعة في الأردن ولقد حمل الإعلام دورا مهما في إبراز الصورة المشرقة عن تلاحم أبناء الوطن في مواجهة التحديات وإبراز الصورة المشرقة لجبهة داخلية متماسكة قوية عصية على كل من يحاول أن يدنو من الوطن أو يسيء له فالإعلام في جانبيه الرسمي والخاص لعب دورا مشرفا وباسلا في متابعة الحدث وفي نقل الحدث وفي التأثير على الرأي العام الأردني الذي وقف فيه الجميع في خندق الوطن ولم يكن الإعلام يوما من الأيام مغردا خارج السرب بل أنه في داخل سرب الوطن وفي الدفاع عنه نحن نتغنى في الصورة الإيجابية عن الإعلام لكن أيضا لا بد من ذكر بعض السلبيات ونتمنى على الشركاء في الإعلام وبأدوات الإعلام أن يتوخوا هذه السلبيات وأن لا يستقوا وأن لا يكون العنوان هو الاستقواء على الحدث يجب أن يكون الإعلام شريكا في الدفاع عن الوطن وفي إبراز الصورة المشرقة الاستقواء ليس هدفا أمام مؤسساتنا الإعلامية الوطنية وجميعها وطنية ونعتز ونتغنى فيها فقدم الإعلام في كثير من الظروف الشهداء مثلما قدم الجيش والأجهزة الأمنية وغيرها في كثير من بلدان العالم شهداء الكلمة شهداء الحرية شهداء الإعلام فتحية إلى إعلامنا الذي على الدوام يقف في صف الوطن وإبراز الصورة المشرقة لهذا الوطن الذي نعتز به